يعني انت لما تيجي نتكلم على الجول اللي دخل النهاردة في النادي الآلي يعني يعني هبعد عن إمام عشان ما عودش تتكلم عنه عشان ما حسدوش الجول دخل في الآلي ايه؟ اللي الآلي جابه يعني النهاردة عاد تسأل نفسي وانا كده قاعد متفرغ على الجول قلت ليه النادي الآلي جاب الجول ده لاني عارف من الحاجات اللي قد بيتكلم فيها كمدرج يعني الديفنس بتاع سيراميكا باهد عن الفيرود وخلى الفيرود استلم لوحده لو تيجي تتبص على الجول تلاقي الفيرود استلم والديفنس كده فلما بيرجعوا راح إمام واخدوا الكورة وسابوا الراجل واحد على واحد وهما عندهم زيادة عدد كانوا تمن لعيبة طب أنا ليه أسيب لعيب إمام يروح بالكورة ويبقى واحد على واحد وكلهم مسكين واحد بس في 18 فده يعني أنا بتكلم بقى ايه؟ ده شغل تاكتيج بتاعها مدرب يعني كانت كمان حتى اللعيبة مع بعضيها في الملعب لازم تقرب لعيين لعيب يعني لعيب نص المعلقة بتأخر السير دباك اتأخر إن هو يميل فده يعني بص يعني بص ده بص الدفندر لسه رايح والسير دباك لسه هيقابل يعني أنا لو تجيبها من الأول يا كريم للأسف هي عندنا من حتا دي من حتا دي؟ هي من هنا بص أه هي من هنا أدي بص دفندر بص السير دباك فين؟ أه بص الدفندر لسه ما مالش عليه لما رح له رح خلاص انت عابل ما تروح له هو واخد الستار السير دباك لسه بص واحد اتنين تلاتة وهم على واحد انت عارب برضو من الحاجات الحلوة الجول ده جي ليه عشان كريم فؤاد بص كريم فؤاد قطع على الأولانية ازاي؟ ارجع ارجع اهي دي بص قطع ازاي جاي منين من آخر الدنيا بص قطع ازاي خد عين المدافئ خلاه يرتبك ده خل ده في الكرة خلاه يرتبك بص بص السير دباك بص رح بعد ما شاف ايه ده واحد احمر عادة من قدامي فراح الكرة جات في العرض لما جات هو عايز باقي يطلع رح الجاف رجل ودخل الجول فللغبة ارسر كده اللي هو المدافئة اللي جابها هو كريم فؤاد كريم فؤاد لو كريم لو كريم مش في المنطقة دي هتلاقيه احدى من كده طبعا هتلاقيه عنده هدوء وممكن حتى يستنم الكرة او يطلعها كميلها 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 هو بص ارسر اتخض اصلا اتخض هتلاقي رد هتلاقي رد فعله اتوتر خلاص فهو عايز يقولك الحق بسرعة لحسن الكرة وجدت هبقى اشيل الجول يعني لو كريم فؤاد ما ظهرش كان ارسر طلعه بهدوء جدا ومش هديجي جول صح يعني دائما لما انا الواحد لما كان شغال مع مركز شابكو محمدا كنت دايما اقول للعب بتاع الجهة العكسية لازم يقفل لي ادي العرض هي لازم تخش جوا عشان تخلي المدافع يبقى الان منك فهو دي من الحاجات اللي واحد تفرجها وتعلمها فكان الواحد بيعملها فبص هو ارتبخ خلاص هي جات في رجله ودخل الجول ممتاز